تقدم الطواقم الطبية والتمرضية من العاملين في الفريق الوطني الطبي لمواجهة فيروس كورونا أسمى صور التضحية والاحترافية في مكافحة الفيروس عبر الجهود المستمرة رغم ما يواجهونه من حداثة المرض وتدعياته المستمرة إلى جانب ظروفهم الاجتماعية والإنسانية إلا أنهم كانوا ولا يزالون على قدر التحدي بكل أمانة وإخلاص منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لبأ أفراد الجيش الأبيض نداء الواجب المقدس وأبروا بقسمهم في مواجهة الجائحة العالمية جهود مضنية ودعوبة لم تطفئ عزيمتهم المتقدة وصلوا الليل بالنهار مبتعدين عن أهلهم وأحبائهم في سبيل الدفاع عن صحة وسلامة كل فرد في المجتمع فاستحقوا بجدارة لقب أبطال صفوف الأمامية هم أفراد الطواقم الطبية والتمريضية من العاملين في الفريق الوطني الطبي لمواجهة فيروس كورونا الذين كافحوا كوفيد-19 بكل عزيمة وإصرار رغم ما يواجهونه من حداثة المرض وتداعياته المستمرة وتحوراته الجينية إلا أنهم كانوا ولا يزالون على قدر التحدي بكل احترافية وإخلاص ابتعاد الطواقم الطبية والتمريضية عن أسرهم وذويهم وظروف العمل الاستثنائية رغم ما تسببه لهم من ضغوط نفسية وجسدية لم تثنهم عن أداء واجبهم المقدس بكل إخلاص وأمانة فطبيعة عملهم في الظروف الاعتيادية تسبب التعب والإرهاق فما بالكم في ظروف استثنائية صعبة وسباق ضد الزمن وتحورات المتجددة لهذا الوباء العاملون في صفوف الأمامية من الطواقم الطبية والتمريضية مستمرون في أداء مهامهم الطبيعية التي كانوا يقدمونها قبل حدوث الجائحة إلى جانب مكافحتهم لفيروس كورونا فهناك المختصون منهم في علاج الأمراض المزمنة والعملون في تقديم خدمات الرعاية الأولية للفئات التي تحتاج العناية الخاصة ككبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بأمراض السكري والضغط والسمنة والربو والروماتيزم والمصابين بنقص المناعة وأمراض الكل المزمنة إلى جانب السرطان جميع هذه الفئات يتلقون العلاج المستمر والمتواصل من الطواقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة فرسالة شكر وتقدير وامتنان لجميع الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية نظير خدماتهم الجليلة وجهودهم الجبارة في مواجهة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر